مدينة الحبانية السياحية الواقعة غرب العراق بين مدينتين الفلوجة والرمادي بجوار مدينة الخالدية دخلت في قائمة من الوجهات الترفيهية التي تروج لها الشركات السياحية العاملة في العراق الظروف التي مرت بها البلاد أثرت سلبا على جميع المنشآت السياحية وكانت تأثيرها الأكبر على موقع مدينة الحبانية السياحية في الأنبار غربي البلاد إذ اتخذتها القوات الأمريكية مقرا لها منذ عام 2003 حتى عام 2011 ما ساهم في إهمالها ثم تحولت إلى مخيم للنازحين عقب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق بالعراق من بينها الأنبار بين عامي 2014 و2017 تلك الأسباب كانت وراء خراب كبير حل بهذا المنتجع لكن منذ أقل من عام كانت توجه كبيرا من قبل العراقيين لبحيرة الحبانية للاستمتاع بمياهها نتيجة الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد منذ بداية صيف هذا العام ورغم إغلاق البلاد بعد تفشي جائحة كورونا أصبحت شواطئ بحيرة الحبانية مكتظة بالشباب والعائلات التي تقبل عليها من محافظات مختلفة حيث أعلنت إدارة المدينة استقبال 30 ألف سائح خلال أيام فقط عودة السياحة العراقية دليل على انتعاش هذا القطاع المهم بعد استتباب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة لكن الأهم من كل هذا هل ستجعل الجهات المعنية الحبانية منطلقة لتطوير السياحة الداخلية في عموم البلاد؟